بعد عاصفة هوائية وموجات سقيع ضربت مناطق في إطلب يعين عادل الأضرار الناجمة من جراء العاصفة أكثر من سبعين في المئة من مزرعاته تضررت وقد يخسر جل المحصول الذي ينتظر وقته من عام لآخر علّه يغير واقع حاله أضررنا بالمشمع المشمع هنا أغلب زراعتنا هي أنفاق والمورد الأساسي لأهل القرية هي على الأنفاق وكل المزارعين جايبين النايلون والبذار سواء الإخيار والبندورة والكوسة والفليفلي والباتنجان كله والله لوكيلك بالدين عادل وغيره الكثير من مزارعي سهل الغاب والروج تضرروا بمحاصيلهم والتي ستنعكس على أسواق الخضار في إدلب لقلة ناتج محلي والله الوضع أنه تسكرت كل الطرقات وما ظل أنه وسيلة غير الزراعة فقط لا غير واليوم الزراعة شيء مكلف أمه عنا وسيلة غير الزراعة لا عنا غنم ولا عنا شيء خالص خالص لا نأهل تجارة ولا نأهل الدراسة ولا شيء شغلتنا بالأرض فقط لا غير ما لغينا غير الزراعة والحمد لله يقول المزارعون هنا أن بعض المنظمات تقدم دعماً للقطاع الزراعي وتربية الحيوانات لكن الأزمات التي يتعرض لهذا القطاع تبقى أكبر من الجهود المبذولة والله يا الدلم أنا لك شخصيتي أنا عامل أربعين دلم وهذه الجماعة كل ياتم لك ذول كل ياتم اللي حوالينا كل واحد عامل كمان كمية لا حول ولا قوة طلعنا خالصين يعني نسبة الدلم كلفنا يعني لا يقارب عن مئة دولار نطلب منكم الرحمة المساعدة ما ضحلتنا إحنا وسيلتنا الزراعة ما أنه وسيلة إلا الزراعة كغيرها من القطاعات الإنتاجية تعرضت الزراعة في مناطق شمال غرب سوريا لكثير من الضرر في السنوات القليلة الماضية ومنيت من كبات كبيرة خاصة مع الحملة العسكرية الأخيرة لقوات النظام على أرياف حلب الجنوبية والغربية وإدلب الجنوبية الشرقية ابتقلصت نتيجة ذلك المساحة المزروعة ونزح عاملون في هذا القطاع الذي تشكل غلاله أهمية لاحتياجات السوق وعجلة الاقتصاد حيث كانت تلك المناطق يوما ما وفيرة بكل شيء تعتبر منطقة الروج من أهم المساحات الزراعية المتواجدة في إدلب وريفها بعد سيطرة قوات النظام مؤخرا على أكثر من 162 ألف هكتار للأراضي السهلية كهذه و54 ألف هكتار للأشجار المثمرة في حملته العسكرية الأخيرة لكن هنا في الروج بدأت هذه المنطقة تعاني من موجات للسقيع وعواصف هوائية أدت إلى تدمير العديد العديد من المحاصيل أحمد أمين تلفزيون سوريا سهل الروج ريفو جد ترجمة نانسي قنقر